موسيقى يبدو أن التحركات الدبلوماسية المغربية المكثفة بعد إقصاء المملكة من مؤتمر برلين بدأت تحرك أطراف النزاع الليبية بحثا عن وساطة مغربية لإنهاء الحرب ووقف نذيف دماء الليبيين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارجة ذكرت يوم أمس عبر موقع الرسمي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري تعلق اتصالا هاتفيا من الوزير ناصر بوريطا وأكدت الوزارة أن خالد المشري رحب باستضافة الرباطة جولة جديدة من الحوار الليبي وقال إن اتفاق الصخيرات يشكل مرجعية قانونية لأي حل سياسي للأزمة الليبية وقبل أربع ثنوات كان الثرقاء الليبيون قد حلوا بمدينة الصخيرات وهناك باشروا مفاوضاتهم وانتهوا باتفاق برعاية من الأمم المتحدة لإنهاء الثراع في البلاد الخارجية المغربية كانت حريثة على الوقوف في الوثقة للحفاظ على حيادتها خاصة وأن حكومة الشرق الليبية الموالية للجنرال خليفة حفترة عبرت أكثر من مرة على لثاني وزير خارجيتها عبدالهادي الحويج عن رغبته في التقرب من الرباطة واتضح الحرث المغربي حين تواصل بوريطة هاتفيا مع رئيس مجلس الدولة الليبي بعد الثاعات من وصول عبدالهادي الحويج إلى المغرب لملاقاته وبحث الملف المعقدة ودع وزير خارجية الحكومة الليبية لحفترة المملكة المغربية إلى الاستمرار في رعاية دور مغاربية ومتوسطي وإفريقية لحل الأذمة الليبية وأعرب الحويج عن تقديره للجهود التي بدلها المغرب في حل الأذمة الليبية على أساس الوئام الوطني المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات السياسية وعبر الحويج عن دعمه لمقاربة مغاربية في حل الأذمة الليبية كمقاربة وحيدة حثب تعبيره قادر على الوصول إلى حل دائم وفي الوقت ذاته لا يذال خليفة حفتر متمثكا بالسلاح رافدنا الهدنة إذ لا تذال قوته منذ شهر أبريل من السنة الماضية تشن هجوما للثيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاقة المعترف بها أمميا استقبل ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجة اليوم الجمعة مبعوت الجنرال المتقاعد خليفة حفتر والمكلف بالخارجية في حكومة شرق ليبيا عبدالهادي الحويج بعد أسبوع من تلقي دعوة لذيارة المغرب وفي الوقت الذي لذال المغرب يبحث لنفسي عن طريقه للعودة إلى الواجهة في الملف الليبي وسط تأكيد على موقفه الراثخة في الاعتراف بحكومة الوفاق الوطنية التي يقود الثراج تجنبت الخارجية المغربية تقديم الحويج في زيارته اليوم للرباطة بثفة مبعوتا من رئيس برلماني طبرق يؤشر إلى أنه رغم استبعاده من مؤتمر برلين الذي جمع الأطراف المتدخلة في الأزمة الليبية عاد المغرب نهاية الأسبوع الماضي للتوصل مع طرفي النزاع الليبية معلنا دعم لحكومة الوفاق وموجهنا الدعوة لوزير خارجية الجنرال المتقاعدة خليفة حفصر لذيارة المغرب وقالت حكومة الوفاق الليبي أن الوزير محمد الطاهر ثيالة تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونقل الثيالة أن بوريطة عبر له عن الدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني موضحا أن المملكة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية لليبيا وفق اتفاق الثخيرات وقرارات مجلس الأمن وأن الحكومة تتطلع للتعاون المتمرة بين البلدين معلنا رفض بلاده الكامل لتدخل الخارجية الذي وصفته بالوقح يذكر أن عدم دعوة المغرب لمؤتمر برلين أشعلت غضب ديبلوماسيته إذ عبر رثميا عن استغرابه من إقصائه من مؤتمر برلين حول ليبيا وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج إن المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تثوية الأذمة الليبية مضيفة أن المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاشتماع توجه المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بلقب كاثة إفريقي للعبة للمرة الثانية على التوالي بعد تغلب مثال يوم الجموع على المنتخب المصري بخماثية نظيفة في مباراة نهائي بمدينة العيونة وتمكن المنتخب المغربي من حثم نتيجة الشوط الأول بثنائية نظيفة بعد السيطرة المطلقة على مجرية اللعبة إذ أحرز ثفيان المثرير هدف الصبق بعد مرور ثلاث دقائق من اللعبة ليتواصل ضغط رفاقي على مرمى المنتخب المثرية غير أن تعلق الحر الشبير حرم أبناء المدرم هشامة كيكا من ترجمة العديد من الكرات الهجومية لأهداف وقبل ثبعة دقائق من نهاية مجرية الجولة الأولى نجح المنتخب المغربي في إضافة الهدف الثاني عن طريق اللعب عبدالطيف فاتي قبل أن يعود ثفيان المثرير بعد ذلك بذقائق ليحرز هدفه الثاني في المباراة والثالث للمنتخب المغربي ومع بداية مجرية الجولة الثانية بثلاث دقائق تمكن المنتخب المغربي من إحراز الهدف الرابع بواسطة اللاعب أنث العيانة ليتواصل المد الهجومي لأسود القاعة في باقي الدقائق ويتمر الهدف الخامس عن طريق اللاعب ثاد كنية أكد العائل الإسباني الملك فليب الثادث يوم الأربعاء في مدريدة على أهمية علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع إسبانيا بالمغرب والإمكانيات الهائلة المتاحة للتعاون التنائية وقال الملك فليب الثادث في خطاب ألقاه خلال حفل استقبال أعضاء السلك الدبلوماسية المعتمد بمدريد ومن دمنهم كريمة بن يعيش سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا إن زيارتنا الرسمية التي قمنا بها إلى المغرب في شهر فبراير من سنة 2019 شكلت اعترافا وشهادة أخرى على الصداقة العريقة التي تجمع بين بلدين والإمكانيات الهائلة للتعاون التنائية ومن جهة أخرى استعرض العهل الإسباني الملك فليب الثادث خلال هذا الحفلة الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للحكومة الائتلافية الجديدة التي ستستهدف دعم وتعزيز إسبانيا الحديثة والديمقراطية والمتضامنة من خلال اقتصاد منفتحة ومجتمع متسامحة مشيرا إلى أن منطقة المغرب العربية تشكل بحكم قربها والمصالح المشاركة بعدا أساسيا في العمل الدبلوماسي الخارجية لإسبانيا وجدد الملك فليب الثادث التأكيد على إرادة إسبانيا ورغبتها في دعم وتعزيز علاقات تعاونه مع العديد من الدول في المنطقة المغربية وتقوية وجودها في الأسواق الأسيوية مشددا على التزام بلاده لفائدة السلام والأمن الدوليين واتجاه إفريقيا باعتبارها قرة المستقبلة وبخصص قضايا الهجرة أكد العاهل الإسباني على أهمية وضرورة اعتماد سياسة أوروبية حقيقية حول الهجرة واللجوء ترتكز على الحوار والتعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور وتعمل على تعثيذ ودعم التعاون في مجال التنمية ومكافحة مافية تهريب والاتجار بالبشر وأضف أن إسبانيا ستعطي الأولوية للديبلوماسية الوقائية والديبلوماسية الإنسانية مشيرا إلى أن تكريث الدفاع عن حقوق الإنسان يشكل العنصر المحوري والأساسي في العمل الدبلوماسي للولاية التشريعية الحالية وكان العاهل الإسباني الملك فليب الثالث والملكة لتيسيا قد قام يومي الثالث عشر والرابع عشر من فبراير 2019 بزيارة إلى المغرب بذعوة من الملك محمد الثالث وأعطى تهدي الزيارة دفعة قوية لدينامية العلاقات الوثيقة والمتعددة الأبعاد التي تجمع بين البلدين الجارين كشفت دراسة اقتصادية صادرة حديثا عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالمملكة العربية السعودية أن المغرب يتصدر البلدان العربية في ثوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة مثبوعا بكل من مصر والأردن وأوضحت الدراسة أن قطاع الطاقة المتجددة يحتاج إلى عدد أكبر من العمال لكل ميجاوارد المولدة من الطاقات المتجددة مقارنة بقطاعات الطاقة القائمة على الوقود الحفورية لافتة إلى أن هذا النوع من الطاقة يستحود على قرابة 1% من إجمالية التوظيف في المغرب ومصر والأردن وأشرت الدراسة إلى أن هذه الأرقام تتماشى مع تقريرات حديثة لوكالة الطاقة الدولية التي تؤكد أن الطاقات المتجددة قادرة على توظيف أكثر من 40 مليون شخص بحلول 2050 ووفق المصدر ذاته فإن وكالة الطاقة الدولية أبرزت أن عدد مناصب الشغل التي سيخرقها قطاع الطاقة بشكل عام يصل إلى 100 مليون منصب الشغل بحلول 2050 وبعد أن ذكرت الدراسة بأن الزيادة في أليد العاملة تستوجب توفر أسواق تنفسية وتفاعلية وتحفيزية لجدب الكفاءات المحلية أشارت إلى أن هذا الأمر يعتبر فرصة للحكومات لتنويع مزيج الطاقة وخفض نسبة البطالة في صفوف الشباب وعزت الدراسة الانخفاض الحاصل في مساهمة قطاعات الطاقة المتجددة في خلق مناصب الشغل بكل من المغرب ومثر والأردن بالخصوص إلى قلة الطلب المقبلين على التخصصات العلمية والفنية والهندسية التي تشكل العمودة الفقرية لهذا القطاع ودعت البلدان الثلاث لتطوير المهارات وتحديد أهداف الاحتياجات التدريبية وتحديد متطلبات المستوى المحلي وتطوير سلسلة القيمة الصناعية في قطاع الطاقات المتجددة وذلك من أجل تجهيز ثوق الشغل بهذا القطاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر